المخزومة الوضع الاقتصادي انهيار الليرة خطة التعافي التفاوض مع صندوق النقد الكابيتل كنترول اول شي الكابيتل كنترول رحل لولاية الجديدة لا واللي احلى من هيك لا بس في شغلك قبل ما اخر جلسة عملناها بقدم حزب الله وثناء الشيعة مسودة مشروع رسالة واضحة لآيم اف انه ما فيكن تبحثوا بحدا الا عن طريقه يعني كان ورسالة كيف يعني اقدم مشودة مشروع تختلف عن الحكومة المشروع الحكومة اليوم الكابيتل كنترول مثل ما انطرح اول مرة وتاني مرة وتالت مرة هيجوا انطرح بلى عملية التنسيق مع الآيم اف نفسه لانه هني بعضهم عم يحاولوا انه يحمل مصارف فيها انت الكابيتل كنترول بكل بلاد العالم هو اربع تسطون يمنع التحويل الا بها الكمية من تريخ فلين لتريخ فلين لما بتقدم انت مشروع سبعة منصف حال يعني انت عم تغير كل مشروع القانون النقد والتسليف تبعى 63 ما هيدا هو المطلوب يعني مش المطلوب يكون في لجنة وهي تفتح وهي تمنع وتسرع يعني عدت لتسطور لتسطور انه ممنوع الا بها المبلغ هذا وخلصنا مش خاضع للاخذ والراد مشان هيك هو اليوم في محاولة من قبل المنظومة انه تحمل مصارف وتدفع الفاتورة يدفعها المواطن مشان هيك انا اللي عم جرب لك ايه انه لا هيدا موضوع الكابيتل كنترول مش لمصلحتنا بعدين الموازنة الموازنة طيب كيف يا سيد الكريم انت فيك بتقدم لي موازنة لمجلس نوري بتوافق لك على المواطنة بيقبض على الالف وخمسمية سعر الصرف بس بتدفعوا كل شي على العشرين الف يعني انت بتدخل الدولاء الليرة بتدفعها عشرين كيف تركب هالقصة ما بتركب فيه شي غلط بهذا التركيبة الدولة فيها طيب التفاوض مع صندوق النقد هل برأيك سيؤدي الى نتيجة بالقريب العاجل سيد الكريم هيدا هو ما هو البياني اللي طلعوا صندوق النقد بعد ما تفاوض مع لبنان بتاريخ الايم اف وصندوق النقد ما بيحط كل الشروط بالبيان تبعه يعني عادة اذا فيه اتفاق بالمبدأ بيقول لك صار في الاتفاق بيجي الفرقاء بيعملوا بيأشروا على الاتفاق بيبعثوا للمجلس الادارة تبعهم للموافقة تيحط كل هالشروط يعني مقتنعين انه هالدولة ومجلس النواب ما هيقدر يأمن هال الوعود هي اللي صارت فيها ما انا اللي عم يصير فيها اليوم الايم اف متل ما بتعرف هيدا بنك بده يدينك بده يتأكد انك قادر انت تسدد قادر لبناني لبي شروط الايم اف ام لا قادر طبعا بس اليوم اليوم تد انت تقدر تعملها بدك مجلس نواب يوافق ما اليوم بيسيطرة حزب الله وحلفائه وعلى المجلس النيابي ما هيوافق حزب الله انت بدك تمنع التهريب بدك تسكر الحدود بدك تحجم الدولة بدك تسعر سعر الصرف هادي مهني هادي مدخيله من هالبلد بس اذا هيدا الخلاص الوحيد ما حزب الله جمهوره جزء من هالبلد يعني اذا نهار البلد رح ينهار على الجميع بس انه مثلا مكون معين رح بعيش بمعزل عن كل الانهيار بس سيد الكريم اللي بدك تنتبه له اليوم حزب الله عم يطبق بالسياسة الداخلية والاخليمية سياسة غير لبنانية يعني اليوم ارتباطاته الايرانية واضحة يعني لما كان السيد حزب نصر الله بيطلع على التلفزيون وبيحط وراءه صورة الخمينة اعرف كيف لما كان يعمل المحاضرات على اللبنانية لا مؤخرا ما باعم يحطها هذا يعني انه عنده اجندة ايرانية اليوم ايران بيوضع تفاوضة بالنسبة للمنطقة لكن بالنسبة لالهم ما بيقدروا ما عندهم حرية التصرف والبرهان على موضوع ترسيم الحدود ترسيم الحدود المائية يعني البحرية انا باعتقد اليوم حزب الله عم يجرب يماطل تيوصل للتسويه تيشوف هو وين دوره بالتسويه الاقليمية وبنفس الوقت يفرض الشروطه على الداخل اللبناني انا مني شايفه بصراحة انه لح نقدر نحن نوصل على اتفاق مع صندوق النقد دولة قبل انتخابات الرئاسة الجمهورية لانه اليوم انت مثل ما اتعرف هلا لاي ما بيوقع صندوق النقد مع حكومة تصريف عمال واليوم انا مني شايف حكومة الاحتركم قبل انتخابات الرئاسية باكتوبر لحظة واصلا لاش رح بكون في انتخابات رئاسية باكتوبر ولا رح نقع بفراغ رئاسي اليوم اكيد نحن نحن اليوم بالنسبة لانا هالمجموعة يلي رافضين سيطرة حزب الله بدنا نعمل كتلة كبيرة بالمجلس ما نقدر ناخد الخمسة وستين هالمرة اللي حيكون في عنا جبهة واضحة كلها بس مع مين يعني انت ومين بستعاش ايار اذا حضرتك وعدة اشخاص من كتلتك فزقوا بالانتخابات انت ومين رح بتكونوا خلفاء نعمة فريم مشاهل المعوّد الكتيب كلهم بالاخر بستعد انتتعابات والحزب التقدم الاشتراكي خلينا نتطلع نحن اي واحد مستعد يعلن علني انه هو ضد سلاح حزب الله ولن يقبل بعملية المنظومة والتعامل مع ثناء اشياء اخصامكن ببيروت التانية ليحة المدعومة من الرئيس السانيورة ايضا لا ايضا متتعاونوا معهم اذا كان هيدا رأيهم اذا كان هيدا رأيهم لا تبقى ياللي نازلين لبيرتين احنا معنا مش لي معهم بس اذا طلعوا الناس من خارج بيروت بلنا نتأكد فعليا مش ان في عنده الناس من خارج بيروت هو لا بش فيه باللويحة التانية لا بلائحة لا برحة الرئيس السانيورة بلائحة الرئيس السانيورة اذا اليوم خالد اباني طول يا بلاقص هذا شرف لاننا نتعامل نحنويين ما لازم نوقف عند هالحدود عكشني انا خالد اعرضت عليه بال2017-2018 انه يترشح سوا هتكون بصورة حتى هالمرة باللجنة اللي جرمنا نعملها حتى نتحاور نحن واهلنا بيروت انا طلع منه يكون هو مسلمة لللجنة ما في مشكلة مع الاشخاص خلينا نكون واضحين ايه بس اصد يعني هذه اللوائح ببيروت التانية المنافسة لألك ولكن اللي عنده نفس التوجه في حال فزته انتوا مستعدين صح حضرتك مستعد انك تمت ايدك لأيدون وتكونوا مي بالمئة جزء من كتلة وحدة مي بالمئة طيب ماذا عن الخيارات المتاحة امام الحكومة عم تقول لي لا ترى حكومة في الافق صح لحد الانتخابات الرئاسية بس هاي دي خطورة يعني اذا كنا بظل حكومة تصريف اعمال يعني حكومة رئيس مئاته بعد الانتخابات النيابية حكما تتحول لحكومة تصريف اعمال صح في حال وصلنا للاستحقاق الرئاسي وما كان بموعده وشهدنا وشهدنا ما فيه فراغ رئاسي سيدي شو بيصير حكومة تصريف اعمال وفراغ رئاسي يعني ما فيه حدا يستلم السلطة خليك نحن بالنسبة لاننا لن نرضى هالمرة حزب الله يفرد علينا رئيس جمهورية بالقوة شو بتعمله يعني اذا نزلتوا عمجلس النواب ما بننزل هيدا الفرق يعني ما بينتخب رئيس بس لحظة انا بدي انزل وشرع لحزب الله يجب لي كمان رئيس جمهورية له مين يعني الرئيس اللي لحزب الله يعني اسلامان فرنجية مثلا انا بالنسبة للي خلينا نشوف مين بالاخذ كم واحد يعني مين خيارك مثلا حضرتك اذا بكرة صرت نايب باكتوبر لمين بتروح بتصوير مش لجبران باسيل اكيد مش لجبران غيره مين خيارك انا مني شايف اليوم فيه فيه اشخاص فيه ادعمهم انا خياري بدي يكون سيادة لليوم الاسامية اللي ما تروحها بين هالاسامية اللي اترحتها بالنسبة للي منهم سيادية في حال لم نصل الى انتخابات رئاسية شو بيصير بالبلد اذا حكومة تصريف اعمال وما فيه رئيس جمهورية يعني ما فيه سلطة مجلس النواب بالاخر هو معه السلطة نحن بالاخر مجلس النواب هو حاكم نفسه سيد نفسه لكن اليوم انا بالنسبة لي اذا كان ما نوصل لهالموضوع مش نحن بدنا نعد نفاوض مع حزب الله حزب الله بده يجي يفاوض معنا ليه نحن بدنا نحط حالنا دايما انه نحن نقبل او نعترض على خيار حزب الله هناك من يعتبر انه الفراغ او ما يوصف بالفراغ القاتل لبما يكون مطلب لاعادة انتاج نظام جديد في لبنان لاعادة اه اتفاق يعني لا اتفاق طائف ولا مؤتمر دوحة بالنص لا بيتطبق اتفاق طائف ما طبق اتفاق طائف ليه قصد يعني اعادة اه تعديل النظام اللبنان سيدي يعني مطلوب الوصول الى فراغ لاعادة تعديل النظام حزب الله عم يحكي بالمتالة حزب الله عم يحكي بميت شغلي تانية نحن بالنسبة لأننا عنا اتفاق طيف خلينا نبلش نطبقه وانهار يلي منشوف فيه تغارات فيه فينا نعدله بس اليوم أنا بعد 170 ألف شهيد وقتيل يلي صار بالحرب المشؤومة اليوم بدي إيش يقول والله لأنه حزب الله أو مكون بلبنان قرر ما بده يطبقه بل له ما أزبوط عمي أنت يلي بده كيف تصير بس لش ما بيكون في حوار حتى بركي مثلا فيه بنود معينة بدي أصلاح بدي تعديل بس أنت لحديث اليوم نحن من 2014 لليوم ما فيه إلا فرض بإتجاه واحد حزب الله بيقرر مين هو رئيس الوزارة حزب الله بيقرر مين رئيس المجلس حزب الله بيقرر مين رئيس جمهورية وبيعطيه خيار تتوافق أو دروب راسق بالحيط اليوم لأنه كنا عم نشكلك بالأفر بالحبة بال2018-2022 اليوم عنا إمكانية لأنه صار فيه وعي يا سيد الكريم 2018 جانا عمرك بالبنك دولارك بخير ليرتك مدعومة أكلك شربك دواك بنزينة كله مفشي منه كله راح لكن اليوم ما بقى مستعد أنا حدا يدفشني ويقلي ما عجبك بلت الدروب راسق بالحيط أنا مني بتطرق دروب راسق بالحيط هو بديد راسق بالحيط لأنه المسؤولين ما وقع على راسق هو هو يلي مسيطر على البلد من هون أنا بقول لأ هالمرة لحيشوف فيه معارضة جدية لن نرضى بالشروط مثل ما قلت بدنا نوصل لتفاهم بس التفاهم ما بيصفي أنه أنا فيه وافق أو أعترض على خياره هو نعم بالختام استيس فؤاد مخزومي ماذا تقول قبل بخمسة أيام من فتح سندوق الاقتراع ماذا تقول لليبيارتي لأهل بيروت الثاني أهل بيروت الثاني صوتوا لليبيارتي أهلي أنا أهلي بها المدينة يلي نحن عشنا وتربينا فيها صوتوا لليبيارتي هيدا واحد صوتوا لليحة صوتكم فيها بالآخر حواصل لأنه كل الصوت بتعطوه للواح ما فيها حواصل تكون عم تاخد موصلها حزب الله خيارنا اليوم هو واحد نتنين في عنا النظام يلي عايشين فيه يلي خرابلنا بيتنا والنظام يلي حمين كلياتها نعيش فيها بيروت بدأ قلب هي لاحة من 11 بيروتي أي واحد منهم بيمثل طموحاتنا وطموحات أهل بيروت صوتوا للمين ما بدكم بهذه اللاحة بس نزلوا صوتوا ما تقاطعوا لأن المقاطع يعني سبع أيار تاني يعني نحنا سلمنا بيروت لحزب الله وهيدا ما لازم أبدا يصير نتمنى إنكم تدعمونا نتمنى إنكم تدعموا لقاحة بيروت بدأ قلب لأنه نحنا بنمثلكون ونحنا وياكم بدنا نغير ونحنا وياكم لحن نوصل شاطئ الأمان وتكونوا واضحين إنه ميم ما بدوا يعرض حاله كبديل خلي يعطيكم موقف واضح من سلاح حزب الله لأنه نحنا بدنا نرجع بيروت بدنا نرجع البيروت بدنا نرجع بيروت العربية ولن نرضى أن يكون هناك أسلاح غير شرعي فيها كمان بالختام ب16 أيار في حال فزت بالنيابة أول شي برأيك ملح إنه ينعمل لبيروت شو إنمائيا إنمائيا هي عملية اليوم نوصل لعملية الكهرباء لأنه اليوم هيدا الشي اللي عالم ما عم تريد تاكل براد ما فيك تدوره بدك الكهرباء وزبالي هولي اتنين نفيات والطاقة الكهرباء بدنا نشيله هولي من اتنين بدنا بالآخر نبلش نلاقي وظائف ضمن تغيير نظامنا التعليم وهي دي ما بتكلف كتير عملت أنا بالأليو عملت مركز المخصومي للإبداع بموضوع الاقتصاد الرقمي وعملية الزكية الاصطناعية واليوم في 70 مشروع بالأليو يلي طرحوهن بأبيد بأمريكا ودخلوا مصاري واليوم للأيوم موقفت ولا فرنك بالدعم المالي لكن فينا هيدا طبقوا بأكتر من جامعة وصدقني فينا الله طبقوا على مستوى لبنان كله بس هون بدك بقى قرار لازم ما يكون بالآخر شيء إفرادي بود يكون على مستوى الوطن